زي ما احنا شوفنا الفيرس بارتشن اللي موجود على الجانب الغربي الفيرس بارتشن دوت بنلاقي فيه الإلهة نوت مصورة باللون الأزرق spreading her arms and legs and we can find here six squares or rectangular shapes in every square or in every partition we can find one of the six northern constellations اللي هي الأبراج الستة الأبراج الشمالية الستة حنلاقي مثلا ساجتيريوس اللي هو برج القوس سكوربيو اللي هو برج العقرب ليبرا شايفين هنا ليبرا تمام اللي هو برج الميزان فيرغو اللي هو برج العزرق تمام ليو اللي هو برج الأسد وكانسر اللي هو برج السرطون ساجتيريوس اللي هو برج القوس سكوربيو اللي هو برج العقرب ليبرا اللي هو بورج الميزين وفيرجو اللي هو بورج العزراء اللي هو بورج الأسد وكانسر اللي هو بورج السرطان وزي ما قلنا بعد كده بنلاقي السكن بورتيشن بيلاقي فيه four shapes of the four winds here in the form of a four-headed winged ram and we can find him here in the form of four double winged ram-headed man and here in the form of a double serpent-headed man with four wings well central part represents the shape of spreading vultures spreading their wings ودي الشكل الديلي boats of the 12 hours of the night وفي الاخر خالص في الاخر بورتيشن خالص في الايست بنلاقي برضو تاني الالهة نوت spreading her wings نفس الشكل تاني بس هنا بنلاقي الsix zodical signs اللي هي ال thousand zodical signs اللي هي البراج الستة الجنوبية ادي هو الكابريكون اللي هو بورج الجدي اكويريس بورج الجدي دالو بايسيس اللي هي بورج الحوت ايريس اللي هو بورج الحمل توروس اللي هو بورج التور جميني اللي هو بورج الجوزئ تمام يبقى كده ده من اهم الحاجات اللي انت تشرحها كجايد في الفيرست تايبو ستايل هول او البرون عموز في المعبد بتاعة هور في دندرة ادي السيني المتخدين مدى الروعة ومدى جمال الالوان اللي موجودة ده اشكال طبعا شايفين مدى دقة الالوان ادي هو الشكل الاله نوت والشمس هي يعني موجودة مرة كده مصورة مرتين مرة عند فمها ومرة تانية نحية رجليها لان هو كان عايز يقول ان هي يعني ايه بتبتلع الشمس في المساء وبتشرق مرة اخرى في الصباح وهكذا فده كان تمثيل للشمس وظهورها دي ارناوت او السايكل السان سايكل بتاعة الشمس يوميا ادي مثلا توروس برج التور اهو مصور ليو برج الاسد بعد كده النماذج للابراج اللي احنا شفناها ادي اهوات السيلين متخدين مدى روعة الصور والالوان ادي اهوات الحطحورك كولومز with the ears of a cow طيب بعد كده ادي ادي اخلصنا اهوات الفيرست هايبوستايل هول هندخل بعد كده على الهول التانية الساكند هايبوستايل هول اللي هي حجرة الشراق الهول of appearance وسخة خعو أو وسخة حبو ديت الحجرة التانية اللي هي بعد البروناموس في معبد دندرة الحقيقة برضو ان الحجرة ديت كالعادة هي اصغر في الحجم والمساحة من الحجرة اللي فاتت والسقف بتاعها supported by 6 columns نرجع تاني كده للخريطة اهي only 6 columns in 2 rows وهنلاحز اهوات الفانل شابت ويندوز للانارة فعلشان تدي اضاءة اقل من البروناموس وفي نفس الوقت يبقى برضو المكان يعني فيه انارة الى حد ما طبعا هنا الكولومز برضو هتحور الكولومز كل واحد كل فيس بيبص وهنلاحز اهوات الفانل من البروناموس طيب ايه الحجات المهمة او المناظر المهمة اللي انت كتشرحها كجايد اول ما بتدخل اهوات على ايدك اليمين يعني فيه بعض بقايا بقى او بقية مناظر التأسيس موجودة في هذه الغرفة هتلاقي المنظر ده اه ادي الملكة هو بيمشي برا مع البالاس بتاعه مرة اخرى وبيرتدي التاج الاحمر اللي هو تاج مصر السفلة وهو بقى هنا بينحط او بيفحط الارض بيسوي الارض وده هو طبعا طقس احنا شفناه حتى في معبد اتفو اسمه خابشتا وهنا هو بيعمل القصة ده قدام او الريتوال دوت او الطقس ده من ضمنه تقوس الفoundation scenes او طقوس تأسيس المعبد ودام الالها حطحور تمام يبقى after entering this hypostyle hall we can find on the right a very important scene it's the continuation of the foundation scenes هي استكمال لمناظر التأسيس اللي كانت منقودة في البرونوز here we can find the king leaving again his palace okay and he is wearing the red crown of lower Egypt and in front him a priest burning incense we can find here after that the king making a certain ritual which is hoeing the earth خابشتا and this ritual is practiced in front of goddess حتهور طيب منظر برضو اخر ان الملك بيعمل molding للبريكس ودي برضو من احد مناظر التأسيس والتقس ده وتاسمه bata انه هو بيصب الاوالب اللي كانت بتستخدم لبناء المعبد او تأسيس المعبد وبعد كده بيفرد الحبال فرد الحبال زي ما قلنا قبل كده برضو دي كانت بتستخدم كاحد طقوس بناء او تأسيس المعبد اللي هو pitch sash وظهرت برضو في معبد اتفو والتقس هنا التقسين هنا تم يعني عملهم الملك بيعملهم او الامبراطور بيعملهم قدام ايم قدام الاله حتهور so the king here is performing two other rituals among the rituals are the foundation rituals here he is molding the brick bata and here he is stretching the cord paj sash molding the brick bata stretching the cord paj sash in front of قدس حتهور طيب ده كان علي مين طيب على الشمال بقدر اشوف ايه على الشمال بشوف برضو مناظر اخرى ترتبط بتأسيس المعبد ادي المنظر دوت بنشوف الملك هو هنا برضو بيسيب الاصر بتاعه بس برضو هنا التاج متغير زي في الحالة بتاعت البروناوس التاج هنا برضو هو تاج المصر العليا اللي هو التاج الابيض والبريست هنا هو بيحرق البخور وقدامه هنا الملك وهو بيقدم لحة هور صانية فيها اربعة وعشرين brick او اربعة وعشرين mold قوالب يعني عددها اربعة وعشرين ويعني على اساس ان هي القوالب ديت هي قوالب التأسيس المعبد بنقول عليها foundation tables يعني القوالب بتاعت التأسيس وهو بيقدمها للاله حتحور في معبد دندرة النفس السين برضو على فكرة مصور في معبد ادفو مع اختلاف عدد القوالب يبقى on the left we can find here the king also leaving his palace but here he is wearing the white crown of upper egypt the white crown of upper egypt was called in the ancient egyptian language as حجد and here we can find the priest burning the incense اللي هو بيحرق البخور after that we can find the king once again in another ritual he is presenting a tray يعني اي tray يعني صانية a tray on which 24 tables foundation tables نصوط التأسيس او القوالب بتاعت التأسيس were presented also to goddess حتحور and this is is depicted on the northern wall of the second hypostyle hole طيب بعد كده احنا خلاص عرفنا hypostyle hole فيك يا معمود وايه المناظر الرئيسية اللي انت كجايد تقدر تشرحها بتكمل مناظر التأسيس اللي عندك وهتلاقي ان حوالين hypostyle hole دي في كذا غرفة ثلاثة هنا ثلاثة يمين وتلاثة شمال الغرف طبعا دي كانت مختلفة يعني مستخدمة لاغراض مختلفة اول واحد هنا ده كان treasury خلاص دي كانت غرفة كمخزن للأدوات السمينة per hatch وكانت بتستخدم فيها الأدوات التقصية المختلفة زي مثلا لو في مثلا مجوهرات معينة أحجار كريمة مصنوع من precious stones مصنوع من الذهب أو الفضة فطبعا يبقى في مخزن للحاجات زيت وده طبقا للنصوص اللي موجودة هذه الغرفة كانت بتستخدم لهذا الغرفة تمام في واحد تاني تمام اللي هو اسمه الووتر كريدر أو هي قوضة دايما بنقول عليها غرفة المياه خلاص وسميت طبقا للنصوص بحيرة الرؤودة ديت كانت بتؤدي من خلال كريدر كده لخارج المعبد وكان من خلالها البريست بيقدروا يدخلوا المياه اللازمة للتقوص المختلفة فعشان كده دايما بتقال عليها أو طبقا للنصوص هي تقال عليها إن هي غرفة المياه تمام والغرفة الأخيرة دي كانت بتؤدي للسلم الغربي اللي بيؤدي طبعا لسطح معبد حطهور تمام يبقى احنا على الجانب تاوت عندنا ثلاث غرف اول واحدة مخزن تاني واحدة غرفة المياه والغرفة التالتة بتؤدي للسلم الغربي تمام يبقى سراؤن دي this hole we can find found six chapels three on each side on the right side we can find firstly the treasury which was called in the ancient Egyptian language as per hajj this room was used for preserving the precious stones the amulets the jewelry which were used for the different rituals تمام التمائم والحاجات الغالية اللي انا كنت بخاف عليها بخزنها في الغرفة دي طيب الغرفة دي the store room تمام this store room leads to a corridor شايفين this store room leads to a corridor and from this store room we enter the corridor and this corridor was used by the priests to obtain the daily usage or the daily wanted quantities of water كنت بقدر من خلالها اخذ الكمية المطلوبة من المياه and which was used for the different rituals the third store room here is leading to the western staircase and the western staircase is leading to the roof of this temple طيب الغرفة اللي على الجهة الاخرى العالة الي يصار بنلاقي اول واحدة اللي هي laboratory تمام ده برضو يعني حاجة كانت موجودة برضو في معبد دندرة لو انتو فاكرين laboratory اللي هو المعبد المعمل iso وكان بيصنع من خلاله الزيوت والديهون العطرية المختلفة اللي كانت بتستخدم في الاحتفالات طبعا الغرفة دي طبعا مليانة بمناظر تقدمة بقى مختلفة وان اللي لها المختلفة كانوا بيقودوا الملك وتظهر على الجدران كده مناظر اللي هي الاواني اللي كان بيحفظ فيها العطور المختلفة وهكذا طيب في غرفة تانية اه في غرفة تانية اه دي برضو كانت ويقال ان هي كانت فيها بعض يعني كان بيخزن فيها طبقا لنصصها التماثيل الالهية او التماثيل الدفاين ستاتيوز يعني اللي كان بتستخدم في التقوص والغرفة الاخيرة او الست اه الغرفة الاخيرة دي تبقى للنص كان اسمها غرفة تمام تمام زيها زي غرفة الووتر روم هنا فيه غرفة الفود روم هنا برضو بتؤدي لكاريدر والكاريدر دوت بيؤدي لخارج المعبد علشان من خلاله يتم جلب تقديمات الاطعمة ثلاث مرات في اليوم وده تبقى للنصوص اللي موجودة في هذه الغرف تمام يبقى on the left we can find another three rooms the first one is a laboratory and the laboratory was called in the ancient egyptian language and according to the inscriptions of this temple it's called اسو it was used for manufacturing يعني اي مانفاكتوري يعني تصناعت manufacturing the different perfumes and oils that were used in the festivals and rituals of this temple okay and scenes of this room represent offering scenes they represent the different shapes of the jars preserving the oils and perfumes in them this one is another storeroom where the divine statues were probably preserved and the third the last storeroom is this storeroom and it was sometimes called the food corridor or the storeroom the food corridor leading to the food corridor this room leads to a corridor here to outside the temple okay like the water room here okay this two rooms outside the corridor and from this door the different food offerings were obtained from outside the temple the food offerings three times in the day the offering the whole اللي هي الوسخ تحبو طبعا ديت القوضة الثالثة اللي احنا بندخلها في المعبد ادي الانتي تشمبر اهو where the different offerings were preserved او were made طبعا معظم المناظر هنا هي مناظر تقدمت قرابين مختلفة طيب هنقدر نشرح فيها ايه هنشوف كده مع بعض ايبا after that after after the whole of appearance we entered the offering hole where the different offerings were presented to the deities and therefore we can find scenes of offerings all over the walls of this hole طبعا هي اصغر في الحكم وزي ما قلنا ان المساحة المعبد بتقل ايه المناظر المهمة اللي فيها هتلاقي هنا على ايد كل شمال منظر كده منظر ين فوق بعد المنظر اللي فوق دوت بيمثل الملك وهو بيقدم النبيت او بيقدم يعني الانواع من الخمور لعيد خاص بالاله حطحور وكان بيحتفل به في شهر توت وهو خاص بالاله حطحور كاله للخمر والله للميوزيك والله يعني الاله يعني الحابينيس فكان بيقدم لها كده سين درينكينج فيست تمام خلاص والمنظر التاني هو هنا بيمثل سماور ازرام هادة فجر ادي سماور اهو خلاص وبيش بشوية الاله خنم تمام ده اله كده ووراء ابيس بول ادي ابيس بول فاكرين لما اتكلمنا على العجل ابيس وقلنا ان شكله كانسان برأس عجل نادر في الديانة ادي اهو شكل ابيس بول بشكل انسان برأس عجل موجود فانه منظر عشان تبقى فاكر في الغرفة بتاعة التقدمة اللي هي الغرفة التالتة في معبد دندرة في على جانب الايدك الشمال اهو هنا المنظر دوت الاول منظر اللي هو الخمر او عيد الخمر بتاع حطهور وتحت تلاقي سماور اهو ازرام هدد قد وابس بول هنا بيقدم القرابين المختلف خلاص يبقى سماور معناها القاتل العظيم او الداع اللي بيدبح يعني والشكل دوت ظهر على فكرة في الكنتكست او في اسطور اوزيرس يعني وظهر اسمه او زكر اسمه على فكرة من اول نصوص الاهرام يعني هو اله قديم جدا بس تم هنا تصوير حتى في معبد دندرة اللي هو في اواخر العصر البطلان تمام يبقى سماور his name means the great killer وADE او قدخنم حتى ان م اوبس كان اوبس اوبلا was usually depicted in the form of a complete apis in the form of a complete bowl however in this case we can find him in the form of an apple had a bowl headed man and this is one of the rare shapes of god apples in the form of a bull headed man and behind him we can find the king once again weaning the ultimate crown the auxiliary crown between two feathers and top by the sandis okay اوكي ده منظر كده انا اخترت اقولك بحيث ان هو يبقى منظر يعني مميز شوية بدل كل مرة بنديلك مناظر offerings يبقى على القالي بقى فيه كده ايه تنويع شوية في الشرح بالنسبة لك على الناحية التانية بتلاقي برضو منظر لطيف جدا هو هو تقريبا نفس المنظر بس هنا حنلاقي بول كده بول هيدد مان اسمه مار ور او منفيس وده العجل منفيس احد اشكال العجول المقدسة اللي ظهرت في مصر وظهر بشكل خاص وهو ارتبط بشكل خاص بحيليوبلس منطقة حيليوبلس راعاتهم بالزاد ودائما كان بيصور في شكل عجل لبلون اسود ومتوج بقرس الشمس تمام اوكي وعلى الجانب الاخر بنلاقي اله تاني اذا ارى بول هوات اديمير ور احد عبادة الاقول وهنا واحد اسمه عجب وير خلاص عجب وير دوت معناها الفيضان الاعظم والفيضان الاعظم دوت هنا مصور برضو بنفس الشكل بتاع الاله خنوم خلاص لدرجة ان في بعض الناس قالت ان عجب وير دوت الفيضان الاعظم دوت ممكن يكون واحد احد 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 خلاص اوكي وورا هنا اهود بنلاقي برضو الملك وبيقدم قربين مائية لكل من ازيس وحر صنتس دا هنا حر صنتس تمام يبقى ان اشتركوا في راتنا راني به بول موار المنفس منفس مانفس ماما من رائع موار في عامر من جانب ويرد بقراء اشتركوا في الناس المنفس and he was especially venerated in Heliopolis and here we can find Agibwer means the great flood was depicted as a ram-headed god probably being one of the forms of and they are presenting offerings to Isis and Harsomtus and behind him we can find here the king making different water rituals or water offerings طيب احنا كده خلصنا المناظر اللي موجودة في ايه بقى الدخلات الكتير هنعرفها ازاي احنا عندنا هنا ادي واحدة ادي اتنين ادي تلاتة خلاص عندنا اول واحد على الشمال بيؤدي لالفرست دوت بيؤدي لالسلم والسلم دوت يعتبر سلم ستريت يعني الى حد ما ومنكون تقريبا من 97 سلمة وبيؤدي لسطح المعبد والسكند جيتوي هنا بنتلقى دي لسايت شابل بس للأسف لسايت شابل احنا مش قادرين نحدث بالضبط الوظيفة بتاعتها ايه اما على الجانب الآخر على الجانب الغربي منلاقي باسج خلاص وعلى فكرة يعني الغرفة اللي كانت هنا تمام في الهول المتصلة بالنترنت دوت وبيؤدي الاثنين بيؤدوا للوستن ستيركيس اللي هو السلم الغربي اللي بيؤدي لسطح المعبد تمام المتصلة We have here three gateways in the offering hall The first gateway here on the left is leading to the eastern staircase It consists of about 97 steps Okay and the second one is leading to a side chapel The function of this side chapel is not known On the other side on the right side we can find the western staircase and it's a rectangular staircase as we see here إ retrouve طبعا لو انتوا فاكرين الستيركيس بتاع ادفو واحد مخصص للطلوع لسطح المعبد واحد تاني مخصص للنزول وعرفنا طيب الكلام ده منين من خلال اتجاه الكهنة والالهة والملوك المصورين على الجانبين بتوع السلم لكن هنا في بقى فيه حاجة غريبة وده الاختلاف الرئيسي ما بين السلمين بتاع ادفو ودندرة ان بتاع تندرة بنلاقي على حيطة من حيطان على مثلا م Touheyeadak年 السلم مثلا هنا خلاص بنلاقي على الحيطة دي مثلا موكب صاعد والتاني وعلى الحيطة التانية موكب هوبط طب ده معنى ايه؟ معنى كده ان السلمين دول كانوا بيستخدمروا للصعود والهبوط ما حدوش سلم معين يعني ما قلوش مسلا السلم الغربي ده للصعود والسلم الغربي والسلم الشرقي للهبوط لا الاتنين كانوا بيستخدموا للموكب الصعد والموكب اللي هو نازل من سطح المعبد ادي الوستن ستيركيس اهو خلاص في موكب صاعد هتلاقي الناحية التانية في ايه موكب هو يبقى بمثل الموكب الصاعد to the roof of the temple and the other wall خلاص الحيطة التانية بتاعت السلم represents the descending procession to the roof of the a of the temple تمام ادي جزء بتاع الموكب الهابط وهنا شايفين حتى يعني دي الحيطة كده لفة كده هتلاقي حتى الكاهن كده كأنه صاعد وهنا هابط تمام فمعنى كده ان السلم كان بيستخدم للموكب ادي الموكب اهو هو صاعد تمام وهنا ايه نازل مرة اخرى واحد نازل واحد ايه حيطة بتمثل موكب اللي نازل والتاني بمواصل موكب اللي نطال خلاص بدأنا نخش بقى على اقدس اجزاء المعبد اللي هو الهول واسخة حرة ايب او الهول عادة زي ما ساميناها برضو واسخة والغرفة ديت طبعا بيبقى فيها مناظر لقرابين مختلفة اه هنلاقي على الجانب على الجانب الشمال وإحنا داخلين يعني وانت داخل كده شمالك هتلاقي فيه روء اوضة حتى مكتوب عليها واردروب يعني اوضة لتغيير الهدوم او تغيير الملابس فوق لي المنالة بلس اللي كانت بتستخدم اسناء الاحتفالات المختلفة اه وكان اسم هزيه الغرفة طبقا للنصوص حوت منخد حوت منخد تمام اه والغرفة التانية اه تمام اه دي هيدا الغرفة التانية الغرفة التانية كانت مستخدمة او اسمها اده الغرفة التانية ماليش اهي استوروا مهي دي كانت مستخدمة كحجرة للتخزين ستنفرد وكان بيقدم فيها عادة ان الملك قربين عبارة عن مختلف انواع المعابد اللي همنا القوضة زياد لان هي بتؤدي لحجرة الوعبت فاكرين الوعبت وكلمنا على حجرة الوعبت كحجرة للتطهير وقلنا ان التطهير فيه تطهير للملك اللي هو ان الاله الملك وتحطه وحورس بيتحاره الملك ده تطهير للملك وفيه تطهير لتماثيل الالهية بتاعت تمثال الاله الرئيسي للمعابد خلاص يبقى the central hall here is called وصخة حرد إيب or the hall of the aneed وصخة بسجد we can find here a gateway leading to a room for changing the clothes probably used during the different festivals and it was called حوت منخت here on the left and on the other side we can find another storeroom ستنفرت in this storeroom different types of metal offerings قرابين معدنيا were presented on the walls and finally we can find here an access to the to the waabit room and as we said before the waabit was one of the most important architectural features in the egyptian temples during the greek roman period تمام تمام ادي الواabit room الواabit room طبعا كان بيظهر فيها التمثال الملك التمثال الاله الرئيسية ويتم تطهيره وتبخيره ووضع بقى الحلية السمينة عليه وبتتزك فيه حطهور بقرص الشمس الرئيسي أثناء احتفالات العام الجديد اللي اشتهر بيه هذا الاحتفال في معبد دندرة وبعد كده بيطلعوا بيه لسطح المعبد علشان يوصلوا للكيوسك أو التشابل الصغيرة بتاعت الاله حطحور لتم اكتمال أو علشان تمثال الاله حطحور يمتزك ويتحد مع قرص الشمس بتاع راع طبعا في هذا الكيوسك أو في هذا التشابل الستاتيوس بتاعت الالهة كانت يعني بيتم تعرضها للشمس و في الكيوسك اللي هو فوق سطح المعبد يعني وبعد كده بتنزل الستاتيوس تاني من خلال الأيستن ستيروي في الديسندين بروسش طبعا الروم ديات الوعبة روم زي ما احنا شايفين هي عبارة عن سلم وبعد كده بتؤدي الغرفة صغيرة وعلى الجانبية الانترينس بتاعتها بنلاقي two columns two columns with حطحورك two columns with حطحورك تمام يبقى theوعبة روم in this room the divine status especially the divine statue of goddess حطحور was purified يعني ايه purified يعني بيتم نحن بنت حرو being clothed being perfumed and they were the precious stones on the statue and after that the procession went through the staircases to the roof of the temple where the statue was placed in the kiosk of حطحور or the small chapel of حطحور in order to be united with the sun رئيز بقدرة علشان تتحد مع ايه اشعة الشمس بتاعت راع اللي دائما بيوصف انه يعني ايه ابو الالها حطحور في بعض النصوص من خلال امتزاك مع الالها سخمت دواع بتروم here could be approached by number of steps and the entrance is flanked by two kolo with حطحور capitals and we can find here the solar sun disk okay طيب دا شكل الانترنس بتاعتها طيب ممكن للاقي ايه جوه ادي المدخل اهو بتاحها طبعا the ceiling is perfectly represented once again with the shape of goddess nude اهي الله stretching her arms and her wings طبعا دا منظر عظيم جدا and it's formed with blue waves she is swallowing here يعني بتبتلع she is swallowing the sun disk every night to rise every day from in the morning between her thighs يعني هي بتبتلع قرص الشمس في المساء عشان يظهر مرة اخرى ايه في الصباح with the sun ايه with the sun raise عشان كده raise هنا انها بتمثل الصبح ناشي يا شباب طبعا من المناظر اللي احنا بنلاقيها يعني منظر كده مميز نقيته لك من حجرة الوعبد بيمثل هنا king where he is depicted behind the procession الاد procession اهوت الprocession دوت led by got تحط خلاص وبيمثل هنا الrepresentation بتاعة اثناء الاحتفالية بتاعة new year festival واد الثمون الاشمونين بيظهر جزء منه شايفينه طبعا الاستكمال الليه طبعا من المنظر كمال يعني بس اهوت المنظر من خلال ادي serpent والفروج بيمثل جزء من ثمون الاشمونين واد الاله هور ايه هنا ظهر so the king here is depicted behind this procession هو طبعا هنا مظهر بس ادي procession اهوت قوز امنو and this procession is led by god to hot all of them are presenting offers different types of crowns here and تقدس حط هور this very unique scene could be found in the وعب room in dandara temple تمام خلاص احنا تقريبا يعني كده بندخل على قدس الاقدس وبندخل على الشابلس اللي حوالين القدس الاقدس هنلاقي هنا طبعا corridor خلاص حوالين قدس الاقدس نفس نظام ادفو لو انتم فاكرين والcorridor دوت بيفتح على عشر مقصير صغيرة كل منها كانت مخصصة لاله معين او كانت مخصصة لها اسم كده معين بنعرف الاسم دو اتنين من خلال النصوص بته هذي الشابلس تمام عندنا ادي الشابلس اهي عندنا مثلا الشابل بتاعت وعرط خرب خاط اللي هي يقال ان هي مستخدمة اكتر للكورونيش تمام هذه هي the chapel was used for coronation وعرط خبر خاط which was probably used for coronation الbirth chapel اللي هي ست مسخنة to celebrate the birth of the new child اهي ست مسخنة to celebrate the birth of the new child ان هي بيحصل احتفالية لولادة الاله الاله مرة اخرى طبعا ممتزج مع الملك عندنا الشابل بتاعت سكر وشابل بتاعت سكر او حود سكر او بيت الاله سكر وصكر طبعا كان احد الاشكال الجنازية اللي مرتبط بشكل خاص جدا بالاله اوزايرس chapel of harcentus or harcentus تمام اهو this chapel was called harcentus meaning the chapel of the sun of the earth تمام وعلشان كده منلاقي these names referred to the serpent the primordial serpent simple of god harcentus منلاقي فيها اشكال لتعبين مرسومة على الجدار خلي بالكم عن جزئية التعبين اللي مرسومة على الجدار دي لان في بعض المرشدين للأسف بيقولوا دو التشكل النصباح الكهربائي ومش عارف ايه لا عشان برضو انت برضو ايه تشرح بشكل صح وبشكل professional شكل التعبان دو اللي هو حوت ساطاء في بيت ساطاء ساطاء دو اللي هو التعبان اللي بيرمز لحر سيمتاوي حرس القابض على الأرضين وهي الشابر رقم واحد اتنين تلاتة اربعة شابر بتاعت حر سيمتاوي القابض على الأرضين تمام تعالوا كده حتى نشوفها مع بعض شكل التعبان اهو حرس سيمتاوي اهو appears from the lotus flower خلاص as a primordial snake يعني بيمثل بداية الخلق خلاص وده موقود في مقصورة بداع chapel of حرس دمدارة temple here we can find here حورس سيمتاوي and here حرس ساتاء he is the snake the primordial snake and it was one of the forms of قد حرس سيمتاوي حورس the unifier of the two lands تمام عشان ده is wrongly interpreted by some guides to be the the invention the first invention of the lamp electric lamp and here is the minute and here we can find ISIS one of the witnesses شكرا